السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ثم بعد فهذا هو الدرس الخامس من دروس أولى الخطوات في قراءة المخطوطات تجد في بعض التحقيقات تجد أنه كتب على كلمة أنه ضرب الناسخ عليها أو ضرب عليها في نسخة كذا فما هو الضرب سنتكلم عن الضرب في جزئين جزء الأول سيكون اليوم وهو الجزء الخاص بالضرب بالخطوط يعني الطريقة المعروفة في الضرب والجزء الثاني سيكون في المرة القادمة إن شاء الله وهو عن الضرب بالاختصارات وهذا هو الذي لا يعرفه أغلب المبتدئين في التعامل مع المخطوطات هناك اختصارات للضرب وهناك خطوط أو ضرب المعتاد كما سنعرف اليوم إن شاء الله ما معنى الضرب أولا؟ الضرب في اللغة كما ذكره فيومي في المصباح المنير قال ضربت عن الأمر وأضربت بالألف أيضا أعرضت تركا أو إهمالا أعرض عن الأمر وتركه ترك الأمر أهمله فالضرب في المخطوطات هو الشطب والإلغاء الشطب على الكلمة أي ضرب عليها لما تجد أنه ضرب على كذا الناسخ ضرب على كلمة كذا أي ألغاها طيب لماذا يلغي الناسخ الكلمة أصلا؟ يعني لماذا يكتب كلمة ثم يقوم بإلغائها؟ نسخ أحيانا وهو يكتب مثلا تأتي مثلا كلمة قال أبو بكر الصديق قد يحدث عند الناسخ زهول ويكتب وعمر لارتباطهما رضي الله عنهما كثيرا في كثير من الأمور ولارتباطهما في ذهنه فيحدث عنده زهول فيكتب وعمر هكذا خطأا منه ثم عند المرحلة المراجعة حين يراجع ما نسخه مرة أخرى على النسخة التي ينسخ منها يكتشف أن هذا خطأ فيقوم بالضرب عليه أي بشطه أو ينطق النظره يعني يكتب في السطر مثلا هو ينقل من نسخة نسخة التي هو يقوم الآن بعمل نسخة ينظر في الأصل له أصل يكتب منه هذه النسخة أمامه نسخة يجعل منها نسخة أخرى التي يكتبها الآن فينظر فيها ويكتب ينظر يأخذ ثلاثة أو أربع كلمات مثلا ويكتب في نسخته يقوم بعمل نسخة جديدة قد ينتقل نظره إلى السطر الأعلى أو الأسفل من الذي ينقل منه أو فوقه بسطرين أو تحته بسطرين أو أكثر من ذلك فيكتب بعض الكلمات التي ليست في الموضع الذي من المفترض أن يكتب مثلا مثلا في السطر كتب فيه قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كذا 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 ودار حوار ثم بعده بسطرين قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فينطقل نظره مثلا من السطر الذي بالأعلى الذي يكتبه في النسخة الأصل ينظر مثلا هو في السطر الثالث وفيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ينظر في النسخة ثم يكتب في النسخة التي يقوم بعملها ثم ينظر ثم ينتقل هذه الانتقالات قد ينتقل نظره من السطر الثاني الذي فيه كلمة أبو بكر الصديق إلى السطر الخامس الذي فيه أيضا كلمة أبو بكر الصديق فيبدأ فيه هو مثلا في السطر الخامس فيصعد نظره إلى السطر الثاني مرة أخرى يكتب ما كتبه قبل ذلك فهذه إعادة للكلام هذا خطأ فعند المراجعة لأنهم ينسخون ثم يراجعون ما نسخوه مرة أخرى على النصف التي نقلوا منها يكتشف أن هذا خطأ فيضرب عليه فسببه خطأ من الناسخ الحالي انتبه سببه خطأ من الناسخ الحالي الحالي فيضرب عليه وانتهى الأمر ثم يأتي من ينسخ منه بعد ذلك مخطوط آخر أو أنت حين تنسخ هذا المخطوط الأصل ألا تشير إلى هذا الضرب في الحاشية لا تكتب أي شيء في الهامش ضرب على كلمة فانتهى الأمر لا تذكرها ويقول لك أنا أخطأ لا تكتب هذا هذا هو الأصل وهذا هو سبب الضرب كما قلت لكم طيب لكن أنت عند نسخك أنت الآن تنسخ أنت في رسالة ماجستير أو في تحقيق عامة عندك عدة نسخ تقوم بنسخها يستحسن هذا ما يعني أفهمه أنك تكتب في الحاشية الكلمات التي ضرب عليها طيب أنت منذ قليل قلت أنه لا يشار إلى الضرب في الحاشية أنا أقول لك هذا الكلام في نهاية التحقيق أنت نهاية التحقيق وانتهى الأمر لا تذكر هذا لكن ابتداء أنت في مرحلة النسخ تكتب الكلمات التي ضرب عليها في الحاشية تضع حاشية هامشا وتكتب بالأسفل بعدها تضع الهامش على كلمة وتكتب مثلا بعدها كتب كذا وضرب عليه ما فائدة هذا فائدة هذا أنه قد تأتي نسخة أخرى من النسخة التي معك وفيها هذه الكلمة مثبتة لم يضرب عليها قد يتكشف لك بعد ذلك أن يعني أي فائدة من هذا الأمر أن مثلا الناسخة الأول إن كان ضرب عليها ثم هذا لم يضرب عليها قد تتكشف لك أمور من هذا تفيدك في التحقيق بعد ذلك فابتداء أنت تكتب هذا ثم قد تصفي هذه الهوامش أو هذه الحواش بعد ذلك حين تأتي عند نهاية التحقيق تنظر ما الذي له فائدة أن يثبت وما الذي ليس له فائدة فلا تذكره وانتهى الأمر على ذلك فابتداءا تكتب هذه الكلمات في الحاشية لك أنت لك أنت حتى تنهي مرحلة التحقيق وقد طبعا أنت من المفترض أنك يعني تقوم بفرز النسخ أو باختبارات للنسخ حتى تقيمها وترتبها لكن قد تتفلك منك بعض الأمور وبإثبات هذه الكلمة بالحاشية قد يتبين لك مثلا أن هذه الكلمات ضرب عليها في نسختين كل الكلمات التي في النسخة باء مثلا والنسخة زي ضرب عليها في النسختين قد يتكشف لك إن لم تنتبه اتداءا عند ترتيب النسخ أنهما من أسرة واحدة وأنك لا تحتاج إلا إلى واحدة منهما فقط فبدلا من أن تجعل التحقيق على خمس نسخ قد تترك نسخة للاستئناس مثلا ويكون تحقيق على أربع نسخ لأنه لا فائدة في النسخة الخامسة هذه وهكذا أشكال الضرب أشكال الضرب كيف يضربون كيف يضربون على الكلمات كيف يلغون الكلمات كما قلت لكم في البداية هناك طريقتين وللنسخ أن يستخدم طريقة منهما أو أن يستخدم الطريقتين معا في المخطوط في الأمور المتعلقة بالمخطوطات قد يكون الشيء أكثر من طريقة الناسخ مخير أن يستخدم إما إحدى الطرق أو مثلا لو كان للشيء ثلاث طرق أن يستخدم طريقتين أو أن يستخدم الثلاث هو حر في هذا ما دامت الطرق معروفة ونص عليها في الكتب طيب هما الطريقة تانية إما الضرب بالخطوط كما سنرى في النمازج إن شاء الله وهذه الدروس يعني الفائدة الكبرى فيها أنني أشرح الكلام ثم ترى النمازج من المخطوطات على هذا إما أن يضرب بالخطوط وإما بالاقتصارات الاقتصارات ستأتي إن شاء الله في الجزء الثاني وسنتكلم في هذا الجزء أو في هذا الدرس عن الضرب بالخطوط فالضرب بالخطوط له طرق يعني تكلموا في كتب المصطلح أنه له طرق أن تضرب على الكلمة لا تطمسها يعني أن أستطيع أن أقرأ الكلمة بعد أن ضربت عليها هو ضرب مثلا شطب كلمة مثلا محمد فشطبها يضع خطا عليها هكذا حيث أنك تستطيع أن تقرأ الكلمة حتى بعد أن ضرب عليه هذا هذا نص عليه وأيضا هناك طريقة أخرى أنهم أحيانا هم أحيانا يضربون هكذا يضربون بقلم في منتصف الكلمة هكذا أو هكذا مثلا وأحيانا يجعلون الخط يلامس الكلمة من أعلى بالكاد يلامسه وهذا قد يسبب إشكالات لبعض الناس أنه لا يفهم أن هذا الصندر أنه لم يعتد على هذا الشكل لأن الشكل المعتاد أنه يضرب على الكلمة من المنتصف مثلا هكذا بقط هكذا يأتي من أولها إلى آخرها بالعرض هكذا أو يعني من المنتصف هكذا بهذه الطريقة أو عدة قطوط عليها لكن أن تلامس الكلمة أو أن يلامس الكلمة خط من الأعلى هذا غير المعتاد وهو يشكل مع شيء آخر يعني أحيانا تجد خطوطا في الصفحة في المخطوط يضعون خطوطا لعدة أسباب منها مثلا يضعون خط فوق الآية فكرة الخطوط هذه أنها لها يعني أكثر من غرض أحد هذه الأغراض هو مثل ما نفعله في الورد حين تجعل كلمة سخينة تريد أن تجذب النظر إليها وأن تميزها أن تكون ظاهرة بمجرد النظر في الصفحة لأن العين تنجذب إلى هذه الكلمة لأنها مميزة عن بقية كلمة الصفحة فيضعون هذه الخطوط لأمور منها أحيانا أن يضعونها فوق الآيات لتمييزها يكون هذا الخط فوق الآيات تكون ظاهرة بمجرد أن تمر عينك على أغلب الخطوط التي في الصفحة أو كل الخطوط إن كانت هذه الخطوط للآيات فقط فتعرف موضع الآيات في آيات في الصفحة في كم موضع في هذه الآيات وأحيانا فوق الأحاديث وأحيانا فوق كلمة قلت أو قال وأحيانا لعدم انتقال النظر حتى لا يحدث عنده انتقال النظر وهو ينقل من النسخة الأصل التي ينقل منها عند المراجعة لأنهم ينسخون يعني هو الآن عنده نسخة هي الأصل الذي ينسخ منه الذي يقوم بعمل كاتب المخطوط الآن يريد أن يقوم بعمل نسخة من كتاب من أي كتاب يأتي بالنسخة لهذا الكتاب ثم يقوم بعمل نسخة أخرى من هذه النسخة فيكتب ينسخ منها قام بعمل النسخة ثم يراجع ما نقله من هذه النسخة هذه تسمى مقابلة في مرحلة المقابلة هذه يضع قطوطا في نسخته وهو يقابل وهو يراجع حتى لا ينطق النظر من مكان إلى آخر فهذا أيضا من الأمور التي يضعون لها خطوط وأحيانا حين يكون الكتاب شرح لمتن يضعون خطوطا يعني حين يكون الكتاب شرح ومتن أحيانا أو كثيرا ما يجعلون المتن باللون الأحمر والشرح باللون الأسود لكن أحيانا لا يفعلون هذا بل يجعلون خطا فوق كلمة المتن ثم كلمات الشرح لا يضعون فوقها خط انظر وغير ذلك انظر كم حالة يضعون فيها خطوط يشكل هذا مع طريقة الضرب أنهم يجعلون خطا يلامس الكلمة من أعلى قد تظن أنت أن هذا خط من هذه الخطوط ليميز هذه الكلمات فلا تفهم أن هذا ضرب طيب كيف وسنرى نموز على هذا يعني الكلمات الخط يلامسها من أعلى في إحدى النمزج التي معنا اليوم إن شاء الله طيب كيف نفرق كيف أستطيع أن أفرق بأمرين أن تقرأ المخطوط قبل النسخ وهذه القاعدة الزهبية معك في قراءة المخطوطات تقرأ الجزء الذي ستنسخه قبل النسخ ويستحسن أن تقرأ المخطوط كاملا قبل النسخ تقرأ المخطوط كاملا ثم تبدأ في النسخ لأنه سيكشف لك أمور عديدة يستخدمها الناسخ أو طريقة الناسخ في الكتابة وفي الضربة وفي الإلحاقات وفي كل الأمور الخاصة بهذا المخطوط فأن تقرأ أولا قبل النسخ ثانيا أن تفهم السياق هل هذه الكلمة التي فوقها خط يحتاجها السياق أو لا بعد أن فهمت طريقة الناسخ في المخطوط تأتي على موضع موضع هل هذه الكلمة الذي تشك أنه ضرب عليها أو لم يضرب عليه كلمة مثلا لامسها الخط من أعلى هل هذه يستغني عنها السياق أو لا إن لم يستغني عنها السياق فهذا ليس ضربا إن لم يستغني عنها السياق بأي حال من الأحوال وإن استغني عنها فإن شكت لا تتصرع بأن تجعل هذا ضرب بل ظللها بأي لون في الورد مثلا وجمع هذه الكلمة التي تشك فيها إلى أن تبت الأمر فيها لا تجازف ولا تترك مرحلة إلى المرحلة التالية شيء شككت فيه ظلله أو اجعل عليه علامة لأنك إن لم تضع علامة قد لا تستطيع أن تصل له مرة أخرى قد لا تتذكر بس فهذا هو هذا هو الإشكال بين هذه الخطوط التي تكون وبين طريقة الضرب هذه الضرب يعني على يعني كم عدد الكلمات التي يضربون عليها مثلا أحيانا يضربون على حرف واحد وهذا دقيق جدا ولن نتكلم عنه في هذه الدروس لن نأتي بنمزج عليه في هذه الدروس لكن مهلموه إلى أن يأتي وقته أو إلى أن أجعل له يعني في الدروس التي أتالي إن شاء الله لهذه الدورة لأنه يحتاج إلى نمزج النمزج عندي لكن لا أريد أن أكسر في هذه الدروس يعني قد يضربون على حرف واحد وهذا الحرف قد يكون في أول الكلمة أو في منتصفها أو في آخرها هذا بالنسبة للحرف وقد يضربون على بعض كلمة عدة حروف من الكلمة وقد يضربون على كلمة أو على عدة كلمات أو على عدة أسطر وغالبا أن الجزء الذي فيه يعني الحرف أو بعض الكلمة بل قد يكون دائما يضربون عليه بالخطوط حرف أو عدة حروف من الكلمة بعض الكلمة يعني يضربون عليه بالخطوط أما اتداء من الكلمة أو عدة كلمات أو عدة أسطر كل هذا يدخل فيها الاختصارات الخطوط والاختصارات التي ستأتي إن شاء الله مسألة الاختصارات هذه في الدرس القادم إن شاء الله طريقة الخط الخط نفسه الذي يضربون به كيف يضربون بالخطوط قد يجعلون خطوطا صغيرة على الكلمة أكثر من خط وقد يجعلون خط واحد وقد يجعلون عدة خطوط على الكلمة هكذا يضربون عليها بعدة خطوط هناك نوع من الضرب السيء الذي نصوا عليه أنه ضرب سيء أن يطمس الكلمة تماما يعني أن تكون الكلمة مثلا يجعل على يشطب أو يضرب على الكلمة كلها حيث أنك لا تستطيع أن ترى ما الذي ضرب عليه ترى أن هناك موضع مثلا عليه شبه المستطيل هكذا مظلل بالكامل من الأعلى إلى الأسفل موضع كلمة لا تستطيع أن تقرأ هذه الكلمة هذا سيء جدا نصوا عليه في الكتب أن هذا سيء لا ينبغي أن يفعل هذا طيب أنا ماذا أستفيد وأنا أنسخ المقطوط أن أعرف أن هذا ضرب سيء أو هذا ليس ضربا سيء إتقاني الناسخ إتقاني الناسخ والتزامه بالقواعد مما يُعلي قيمة النسخة التي معك هذا نسخ مطقن ليس مجرد نسخ ولا ينسخ من باب التكسف فقط أو مثل ذلك لا هو مطقن للقواعد عالم بها يلتزم بها فهذا نسخ مطقن وهذا مما يُعلي قيمة النسخة طيب نأتي إلى النمازج هذا هو أول النمازج التي معنا ضرب هنا على هذه العبارة انظر بخطوط يعني دقيقة في حال واحدة من الزكاتين أو في حال واحدة ضرب بهذه الخطوط الدقيقة على هذه الخمس كلمات لكن لماذا ضرب هنا لأن العبارة كررها هو العبارة هنا في هذا المكان فهو كررها هنا سهوا منه فقام بالضرب عليه نموذج الثاني هنا ضرب على هذه العبارة وذكر البراء عن علي ابن أبي الطالبين ضرب هنا لاحظ أن الخطوط أيضا أعلى الكلمات أعلى الكلمات هنا تلامس كلمة البراء من أعلى بهذه الطريقة وتتقاطع مع كلمة طالب هنا ولكنه ضرب هنا حرف الخط هكذا المثال الثالث انظر هنا ضرب على كلمة على عبارة من الصلاة على ولكنه انظر هو ضرب على من لكنه لم يمس منه لكن اكتفى بأن يجعل الخط فوقها هكذا ملامسا للألف ولم في كلمة الصلاة ثم خط يلامس الألف في كلمة الصلاة هنا في آخرها مرورا بكلمة على لتصير العبارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وهذفت من والصلاة وعلى كأنه يرى أن الكلام مفهوم أن من محزوف لأنه لن يكون لها موضع لن نستطيع أن نقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلوا على صاحبكم كأنه يرى هذا لكن هذا مشكلة لكن ينبغي الانتباه لطريقة الناسخ في الضرب أيضا من نفس المخطوط انظر ضرب على هذه الكلمات أفضل واحتج أصحابه بفعل ليصير الكلام عن ابن جريج قلت لعطاء ألمش وراء الجنازة خير أم أمامها قال لا أدري فضرب أعلى الكلمات أيضا هذه طريقة من طرق الضرب ضرب يعني خط يلامس الكلمة من أعلى يلامس بعض حروفها واحتج هنا أيضا انظر يلامس النطتين فقط ويلامس الألف في أصحابه وكلمة بفعل يلامس اللام طيب هو لماذا الضرب على العبارة لأنه أصلا موضعها بالأسفل كلبها بالأسفل هنا أفضل واحتج أصحابه بفعل كأنه حين كان ينقل من النسخة التي ينسخ منها انتقى نظره إلى الأسفل فكتب العبارة خطأا ثم يعني فهم أنه أخطأ فضرب على الكلمات هذا النموذج هنا يظهر ما كنت أتكلم عنه من مسألة عدم التفرق بين الضرب الذي أعلى الكلمات وبين الخطوط التي توضع أعلى الكلمات ولا يقصد بها الضرب لكن هنا ضرب بطريقة أخرى يعني إشكال لم يحدث هنا لكن ظهرت هذه الخطوط في الصحيحين هكذا من الأعلى وفوق كلمة ولحديث لكن بمعرفة طريقة الناسخ يعني بقراءة المخطوط قبل النسخ تعرف الطريقة الناسخ هو هنا يضرب بهذه الطريقة وقد يضرب بأكثر من الطريقة في المخطوط الواحد لكن هنا الذي يظهر من الموضع الذي أمامنا هذا ليس ضرباً لماذا؟ أنها هنا مثلاً يقول رواه البخاري ولحديث أبي الزناد لن يكون هذا ضرب فوق كلمة ولحديث لأن الكلام سيكون رواه البخاري أبي الزناد إن قلنا أن ولحديث هذا هذه مضروب عليها لن يستقيم الكلام فهذا ليس ضرباً وكلمة في الصحيحين أيضاً هنا ليس الضرباً الذي أمامنا هذا من المخطوط ليس كذلك لكن لتتثبت من هذا عليك أن تقرأ المخطوط قبل النسخ كما بيّنت قبل ذلك فهو هنا ضرب على هذه العبارة مالك أبي حازم لا أعلم إلا أنه ضرب على هذا لتصير العبارة وروا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد هكذا نموذج الأخير الذي معنا هو هذا يظهر فيه أيضاً الضرب من أعلى الكلمات انظر هنا هو ضرب على السطر الأخير هذا بهذا الخط ضرب عليه بهذا الخط هو لماذا ضرب أولاً لأنه كرر السطر الذي بالأعلى هو هو نفس السطر نفس السطر الذي بالأعلى كرره بالأسفل ثم اكتشف ذلك فضرب عليه هكذا انظر الخط بالكاد يلامس أو حتى في أول كلمة كلمة أولئك وأولئك هذه يبتعد قليلاً حتى عن الكافي ولا لكنه يلامس التشكيل انظر هنا في كلمة ممدود ومقصور هذه أيضاً كلام بالكاد يلامس التشكيل فوق الممدود وكلمة مقصور يعني لا مصراء فقط لكن هذا مشكلة يعني لكنه يعني على أن الأمر ظاهر أن هذا تكرار خطأ يعني سيعرف أنه ضرب يعني فمن لم يعرف أن هذا شكل من أشكال الضرب قد يظن أنه وضع خطاً فوق هذه الكلمات لإظهارها أو لشيء من الأشياء الأخرى التي ذكرتها لكم منذ قليل في هذا الدرس فهذه نهاية النماذج التي معنا اليوم إذن هذا هو الجزء الخاص بالضرب بالخطوط كما ذكرت لكم ومهم أن تعرف الضرب لأن هذا الجزء أو هذه الكلمات التي ضرب عليها ليست من النص النسخ يقول لك ليست من النص وأنا كتبتها خطأاً فعدم معرفتك بالضرب يعني يجعلك تدخل إلى النص ما ليس منهم والأخطر منه ما سيأتي في الجزء الثاني إن شاء الله الضرب بالاختصارات الذي يعني كثير من الناس لا يعرف لا يعرفونه وفيه بعض الأنواع لا يعرفها يعني الأغلب يعني من المهتدئين يعني الذين يدخلون إلى قراءة المخطوطات فانتهى هذا الجزء اليوم وإن شاء الله ننتقي في الجزء الثاني لنكمل الجزء الثاني الذي له علاقة بالضرب وسبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته